بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله اخواني الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم في هذه الوحدة أولى الدوالة المتسامية وهي عبارة عن دالة اللغارتمية الطبيعية ما هو تعريف الدالة اللغارتمية الطبيعية؟ تعرف الدالة طبعا اللغارتم الطبيعي رمزه بLN أول حرف من كلمة لغارتم هو L وNatural ثاني حرف من كلمة طبيعي إذن LNX تعرف بالشكل الدالة دالة اللغارتم الطبيعي بأن التكامل من 1 إلى X ل1 على T بDT وذلك أيا كانت الX أكبر من الصفر ماذا يعني هذا الشرط؟ يعني إن مجال دالة اللغارتم هي من صفر إلى ما لا نهاية الآن إذن هذا هو مجال دالة اللغارتم طبعا نحن نعرف أن التكامل محدد له معنى هندسي إن الخط البياني لا ألم بهذا الشكل طبعا هنا العدد واحد فإما الX أن تقع بعد الواحد أو أن تقع قبل الواحد فإذا كانت الX هنا وممكن أن نرسم أيضا إذن هذا هي الواحد على T فإذا كان هذا هو الواحد ممكن أن تقع الX هنا إذن هذا هو الواحد على T إذن التكامل المحدد هو عبارة عن المساحة المنطقة فلو قلتنا أحسب مساحة هذه المنطقة إن مساحة هذه المنطقة ما هي إلا التكامل من واحد إلى X لواحد على T بي دي تي والتي هي اللغارتم لغارتم الX طبعا وفي هذه الحالة ستعطيني عدد أكبر من الصفر أما هنا فلو قلت لك أحسب لي مساحة هذه المنطقة إن مساحة هذه المنطقة هي التكامل من X إلى واحد لواحد على T بي دي تي ولكن نحن بنعرى أنه يمكن تغيير حدود التكامل العلوي يساوي صفلي والصفلي ولكن يجب تغيير إشارة التكامل فنحصر على هذا واحد على tbdT إذن ولكن هذا هو مقدار سالب إذن يساوي سالب لغارتمي الـ x وبالتالي فأستنتج أن الدالة اللغارتمية ممكن أن تكون موجبة وممكن أن تكون سالبة إذن معناته أولاً الخاصة الأولى من خواص التي تنتج على هذا التعريف أن اللغارتمي الـ x يكون موجباً إذا كان الـ x أكبر من الواحد ويكون سالباً إذا كان الـ x أكبر من الصفر ولكنه أصغر من الواحد أيضاً من التعريف مباشرةً لو قلت لك طلع لي اللغارتمي الواحد فإن اللغارتمي الواحد ما هو إلا تكامل من واحد إلى x والx هنا هو واحد على tbdT ولكن من المعروف في الإصطلاح الذي أخذناه في بداية التكاملات المحددة أن التكامل البداية وهي نفس نهايته فإن قيمة التكامل يساوي إلى الصفر إذن فنحصل على هذه العلاقة الآن لو قلت لك ما هو مشتق هذه الدالة لو قلنا لك ما هو مشتق نأتي إلى النظرية ونقول لك اشتق الطرفين لو قلت لي أن مشتق d على dx لا لغارتم x معناتها يجب أن اشتق d على dx لهذا المقدار ولكن مشتق هذا عدسة النظرية أخذناها سابقا إن مشتق تكامل من c إلى x لftbdT إن هذا ما هو إلا المشتق بيأكل ولكن نعوض بدل كل إذن يساوي إلى f في الإكس فإذن هنا أيضا نفس النظرية المشتق يأكل تكامل ولكن نعوض إذن هو واحد على إكس إذن فنحصل على قاعدة الاشتقاق الأولى إذن نجمع هذه الحقائق ونعرف أو نكتب الشكل التالي تعريف الدالة للغارتم الطبيعي أن رمزة ln وتعرف الشكل التالي أن lnx هي التكامل واحدة على x لواحدة على tbdT أي أن كانت x أكون الصفر تسمى دالة لغارتم الطبيعي المتغير x قلنا يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة إذن ممكن أن تكون لغارتم العس موجبة إذا كان الـ x أكبر من الواحد وسالبة إذا كان الـ x بين الصفر والواحد أيضا إن اللغارتم الواحد وجدنا أنه من واحد إلى واحد لديتي ويساوي إلى الصفر إن المشتق لهذه تحسب العلاقة التالية إذن فإن مشتق اللغارتم هي ولكن هذه القاعدة يمكن تعميمها بواسطة النظرية التالية مشتقة دالة لغارتم الـ fx هي عبارة عن مشتقة حسب قاعدة السلسلة نشتق الخارجية ثم نضرب بمشتقة الداخلية مشتق اللغارتم هو واحد على ما بعد اللغارتم ضرب مشتقة الداخلية مشتقة الـ f إذن فنحصل عليه إذن قاعدة الاشتقاق لدالة اللغارتم الطبيعي هي بالشكل التالي مشتق ما بعد الـ n على تقسيم ما بعد الـ n يعني مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم هذه هي القاعدة فإذا أخذنا المثال التالي fx يساوي لغارتم x4 ناقص 6 وطلب مني أحسب مشتقة هذه الداخلية فإن مشتق ما بعد الـ n إن هذا هو ما بعد الـ n إن مشتق هو 2x على ما بعد الـ n هو x4 ناقص 6 إذن بسهولة نحصل على هذه العلاقة لو جينا لهون إذا كان عندي اللغارتم يساوي لهذه فإنني أطبق عليه قاعد مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم إذن إن مشتقها تحسب بالعلاقة التالية إذن هذه ستحسب مشتق ما بعد اللغار x زائد 1 فتحة على تحت الجزر x زائد 1 هذا هو الـ y فتحة لكن هذا الجزر التربيعي مشتقه هو مشتق ما تحت الجزر على 2 ضرب الجزر x زائد 1 على تحت الجزر x زائد 1 لكن الجزر القريب في القريب مقامه البعيد في البعيد بسط فنحصل على الـ 2 بx زائد 1 إذن هكذا حصلنا أيضا نفس الشيء هنا لو قال لي احسب قيمة هذا المشتق إذن نأتي إلى الـ f فتحة ماذا تساوي f فتحة الـ x منقول مشتق ما بعد اللغة يعني 4 زائد 5x ناقص 2x تكعيب هذا نشتقه على 4 زائد 5x ناقص 2x للتكعيب وهذا ما هو المقام على حاله 5x ناقص 2x تكعيب البسط نشتقه مشتقه مشتقه 4 صفر مشتقه 5x هي 5 ناقص مشتقه 2x تكعيب هي 6x تربيع إذن بسهولة استطعنا أن نوجد مشتقه هذه الدالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة